خليني برضو اروح لحضراتكم موضوع مهم يمكن متابعينه مع حضراتكم كل يوم وبكل التطورات وهو طبعا النجم الارجنتيني لعنال ماسي مهاجم برشلونة الاسباني واللي هيعود لتدريبات الفريق الكتالوني بعد بكرة يوم الاتنين بعد ما اعلن البقاء في صفوف الفريق الكتالوني الموسم اللي جاي من خلال طبعا بيان تاريخي نشروا مبارح كان حديث الناس كلها ناس كلها بتتكلم على اللي ماسي قاله مبارح وانه بعد كلام كتير ميسي رايح فين ميسي اعلن رغبته في الرحيل ميسي ما بيحضرش التدريبات ميسي ما حضرش مسحة كورونا لا المسلسل ده بقى خلاص انتهى مبارح خلاص قرر انه هو يستمر ويستمر طبعا مع برشلونة وعلى مدار الايام الماضية يعني كان كلام كله عن خروجه من ملعب كام نوع تحديدا منذ خروج برشلونة من دور ربع النهائي الدوري ابطال أوروبا بفضيحة كبيرة طبعا حضراتكم كلنا تبعناها بعد الخسارة قدام بارنم يونخ الألماني بتمان أهداف لاتنين مبارح زي ما قلنا المسلسل ده انتهى ميسي طلع وقال انا مكمل مع برشلونة والحقيقة ما كانش بيقولها انه هو مبسوط يعني هو مكمل مع برشلونة لانه هو مش عايز الموضوع يوصل للمحاكم والأواضي ويدخل في مشاكل وهو لعب مسالم ومعروف عنه ده ومش حابب ان ده يحصل خلاص هو مكمل مع برشلونة وقال بالرغم من الإدارة الكارثية وقصده على بارتومي ورئيس برشلونة وكان فيه جدل كبير جدا كل يوم فيه مفاجآت في الموضوع ده كل يوم بنتبع طبعا موضوع ميسي هو حديث الساعة وأكيد هنفضل نقول حضراتكم كل الأبديتس وتطورات في موضوع ميسي وموضوع تانية ترجمة نانسي قنقر